نجرب رقم 8 المتجربة الكريتينج هذا الاجهزة ماته الاسبتروميتر 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 المتجربة الكريتينج المتجربة الكريتينج الغالب نتجربة نحسب طول الموجي الضوء الليزر الطالع عنه ماذا نتخرجه أول ما نشغل الجهاز نحن نبع بالعدسة نحن نبع انه رح يطلعنا ضوء ابيض هذا الخط الابيض يساوينا الضوء من نشتغل نحرك بهاي من على منتص عاد هاي القراءة حتى يشتغل الضوء أول شي رح نشوف خط الابيض يساوينا نقطة الأصر هو اداب المركزي هذا الاداب المركزي رح نستفاد من عنده نشوف الألوان اللي اليمنى من عنده والألوان اللي اليسر من عنده فنأخذ القراءة من اليمين وقراءة من اليسار القراءة من اليمين نأخذ مثلا هو اللي اللون رح نقومه من عندنا رح نيقى ثلاثة لون اللي هو البنى السجي والأكبر والأصبر مثلا اذا طلبك من عندنا ضوء البنى السجي فنأخذ من جينة اليمين البنفسجي أخذنا نأخذ بداية مثلا الركبة الأولى نأخذ يمنى ويصفل من قل الزائد الموجود بالنسبة لقوع البنفسجي المركزي نحسب المسافة اللي نحسبها من هؤلاء القراءات ماذا عن الهدار؟ ننثل لنا البنى السجي والأكبر والأصبر عن المداب المركزي الأبيض ماذا عن القراءة؟ نأخذ هذه الشاشة موجودة بالجهاز لديها تدريجات اللي فوق واللي جوهة نحسب التدريجات اللي جوهة نشوف الصفر من الطابق ويهة أخر من جوه اللي هي ومية ستتي مية سبعين ونوات ممارين إذا كان تطابق مباشر فرح نأخذ مثلا إذا نقلنا تطابق مباشر نقول 160 عدل إذا قلنا 160 وشوية فشو رح نستخرج هال المسافة اللي هي شوية نستخرج من فوق نشوف أي خط يكون الانستقامة ويهة مباشرة اللي هي 1020-30 نحسب مثلا اطالع لمدة 1060 وحسبنا اللي هي فوق 10 رح نقول 160.1 او اللي هي 10 اذا مثلا اطالع لمدة 160.5 160.5 والخانسة همين بها مسافة شوية ويها هذه شوية رح نحسبها رح نجي هم من فوق نشوفها خط مستقيمة مثلا طلعتنا عشرين فهنا عدنا مية وستين بوينت خمسة ونشوف الفرق الفوق قلنا عشرين رح نجمعها ويها ويصبح مية وستين بوينت سبعة ها طلعتنا الفة أر من جهتي بيمين ناخذ اللي من جهة اليسار نفس العملية طلعتنا الفة ليفت عدنا قانون اللي نستخرج به قيمة قانون الأساسي ما التجربة يساوينا نلمدة يساوينا S سين ثيتا ثيتا شو رح نستخدمها نستخرجها في ايش قانون ثيتا يساوينا الفة أر من اليمين والالفة ليفت من اليسار على اثنين الفة أر استخرجناه من قراءة الجهاز والالفة ليفت هم استخرجناه من قراءة الجهاز طلعتنا قيمة ثيتا ناخذ بالحاسبة طلعتنا سين ثيتا نحن قلنا بالبداية انه ناخذ الرتبة الأولى فن تظللنا رتبة الضوء فأول واحدة الان رح تكون معلومة هذا صارت ادنى معلومة هذا هو المطلوب سين ثيتا ثابت المحزز لدينا قانون س يساوينا واحد على ان ان هو عدد الخطوط الموجودة بالحزوز بالمحزز الحديو القيمة ثابتة هي ثمانمية فرح نقول واحد على ثمانية ستطلع لنا قيمة س تقريبا او بوانت او واحد مية وخمس وعشرين حسنا سين ثيتا استخرجناها من هذا فبقت بس اللمدة هي المجهولة نطبق القانون طلعت لنا قيمة اللمدة ستطلع لنا بالعادة بالسنتيمتر لان هذا ثابت محزز حيوض بالسنتيمتر لازم ان هي ثريدة بالسؤول بالفعل اي ابسلو اي ابسلو اي ابسلو مثل ان اي سوى عشرة والسالب عشرة مونين متر فنحول بتقويلات ديارة ستطلع لنا بالسنتيمتر بيش رح نقسم بويش رح نقسم